السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعجبك الفيديو والاشتراك في القناة اعجبك الفيديو والاشتراك في القناة فتجده اما عنده مشكل تمتم انه يتكلم ويتمتم واما قد يكون عنده مشكل التبول اللا اراضي بالليل واما قد يكون عنده تأخر في الفهم والادراك هو عقل سليم ومخ سليم لكن المعاناة النفسية التي مرت به وهو صغير يسمع بان امه واباه في انفصال ويسمع الكلام دي العائلة والتجمعات على الاسرة هذا الخصام بين الام والاب والفرق هو يسمع ويستقبل ويتأثر بذلك ومن ثم فكي نعكسل على التحصيل العلمي ديالو لهذا نحرس على ان نترك ابناءنا وبناتنا جانبا لا نجعل المشاكل العائلية تؤثر فيهم لانهم يستوعبون ويستقبلون بسرعة الان وقد وقع الذي وقع علاج ابنك هذا يكون بماذا يكون عن طريق العناق وعن طريق المزيد من الحنان الوليد محتاج الى العناق من امه وانبيه حتى ولو كان مطلقين لا بد انه يبحث او اذا تعذر فالخال او العم او الجد او الجدة الطفل الصغير محتاج اكثر لمن يعانقه ولمن يصافحه وبالتالي سوف يسترجع الداكرة ويسترجع قوة الذكاء وسوف يعبر بسلزة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة